يصادف اليوم الخامس والعشرون من شهر يوليو اليوم العالمي للوقاية من الغرق كما أقرته منظمة الأمم المتحدة لأول مرة في إبريل 2021 يهدف هذا الحدث التوعوي العالمي إلى إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على الأثر المأساوي العميق للغرق على الأسر والمجتمعات صحيح محمد بكل تأكيد كما يساهم هذا اليوم في تقديم حلول وقائية قد تكون هذه الحلول موقذة للأرواح حيث تحدث أكثر من 90% من حالات الغرق في الأنهار والبحيرات والأبار وصهريج المياه المنزلية في البلدان المنخفضة والمتوسطات الدخل مع تأثير سلبي أكبر دائما للأسف على فئة الأطفال والمراهقين في المناطق الريفية التفاصيل في تقرير شيخ الحوسني نتابع لا شك بأن المسطحات المائية تشكل مكانا رائعا تأثير الألباب بلأونها الأزرق اللامع العاكس لأشعة الشمس الذهبية ولكن خلف هذه المياه قد تصعد روح إلى بارئها دون علم أو دراية لذلك جاء اليوم العالمي للوقاية من الغرق لوضع خطط وطنية بشأن السلامة في المياه ويدعو إلى التعاون بشأن الوقاية من الغرق بين وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمؤسسات الأكاديمية وتشير بيانات منظمة الأمم المتحدة إلى أنه خلال الفترة بين عامين 2009 و2019 لقي نحو أكثر من مليوني شخص حتفهم غرقا وتمثل حوادث الغرق ثالث أهم أسباب الوفيات ناجمة عن الإصابات غير المتعمدة في جميع أنحاء العالم حيث يقف وراء حدوث 7% من مجموع الوفيات المتعلقة بالحوادث ويقدم هذا اليوم إجراءات عاجلة ومنسقة ومتعددة القطاعات بشأن تدابير لا بد من تطبيقها كتركيب حواجز لتحكم في الوصول إلى المياه وإتاحة أماكن مأمونة بعيدة عن المياه كدور الحضانة للأطفال وتعليم السباحة والسلامة المائية ومهارات الإنقاذ المأمونة وغيرها الكثير وجاء ابتكار الطفل الإماراتي سلطان وأخيه تلبية لما يتم التأكيد عليه في هذا اليوم من خلال ابتكار نظام مراقبة وحماية للأطفال من خطورة ارتياد المسابع غير المناسبة لأعمارهم حفاظا على سلامتهم وحياتهم وتقود منظمة الصحة العالمية جهود الاستعدادات لليوم العالمي للوقاية من الغرق من خلال إنتاج مواد تبقيفية مرئية واستضافة فعاليات عالمية لتدشين الأنشطة الوطنية والمحلية ودعمها في البلدان والمجتمعات حول العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على أزمة الغرق العالمية والبحث عن طرق الوقاية منها يسعدنا أكيد أن نستضيف معنا في الاستيديو السيد حسن علي الحوسني مدرب إسعاف متقدم ومدرب انقاط دولي شام البري وأيضا بحري أهلا وسهلا بكم أو أهلا وسهلا فيك ويانا أهلا وسهلا بكم شرفني اليوم وجودي معكم إن شاء الله أولا بسم الله الرحمن الرحيم رب يشرح لي صدري ويسأل لي أمري وحل العقدة من الثاني يا فقا قولي هل هي ليش الأصابات هذه ليش حالات الغرق هذه كيف نحن نتصرف فيها إن شاء الله نقدر اليوم نقدم المعلومة وهذا هو اللي نحن نبغي من خلال تواجدك اليوم ويانا في هذا الصباح يعني نبدأ وياك أكيد هو أهم سؤال أسباب الغرق وأكيد أيضا أنواع الغرق المختلفة هناك كثير من أنواع الغرق لو تكلمنا عنها نعم أكبر فئة معرضة للغرق حالات الغرق اللي هي فائة الأطفال لأن حالات الغرق هي مش حالات الغرق في البحر حالات الغرق ممكن تصير في البيت ممكن تصير في البحر ممكن تصير في أي مكان يتواجد فيه كمية مئة وأكثر حالات الغرق اللي يصير في البيوت مثلا نقدر نقول ممكن لإهمال أو إهمال بعض الأهالي عدم مراعاة عدم متابعة الأطفال في صير حالات الغرق مثلا أو بعض الحيان يكون فعلا فيه متابعة لكن الطفل يخفل منك الثواني هذه يعني ممكن تشكل فارق بين الحياة والموت صحيح تمام وإذا غرق الطفل مثلا الغرق ما بيقدر أن يصارخ أو يزقر حد أو أول أخر فوجب يجب علينا أن نوضع قوانين إن كان في حوض صباحة مثلا فيه شروط سلامة موجودة في البيت ما فيه شيء في الدنيا عبث نحن نسويه ونخليه كل شيء يجب أن نمشي لو نمشينا على شروط السلامة نفس ما أنت نمتسوك سيارة تتمشي على قوانين المرور القوانين وضعتها الدولة في دامن أن تمشيت على القوانين فأنت أنت في السيف سادي إن شاء الله طبعا تبحث سيارتك ونتشوف لهذا فنفسه الآلية كل شيء له قوانينه حواض الصباحة لازم لا تترك مفتوحة في البيوت لازم أن نوضعها في شبك سيف تكون المتابعة الأطفال نخلي منطقة الصباحة هذه منطقة محظورة خلاص من بعد الصباحة من منوع حد يروحها خلاص لا فيه اسماء بروح بلعب أو بخلي الحوض مكتوح أو غيره وإذا كان في حوض مغلق في البيت مثلا ممكن أن أسكره بباب مفتاح خلاص هذا يكون مثلا حوض داخلي ممنوع حديد خلال بالإضافة للأشخاص المراقمين للأطفال فئة العمال المساعدة هي أكثر فئة متواجدة في المنازل ونحن مشكلتنا في بعض الأحيان بيكون أن ظروف العمل وغيرين يكون معتمدين وعثمات كلي فوجب علينا أن نحن وضع أسس وقوانين تمام لهم ولنا لاتباعها والكاميرات طبعا تنفع والأشياء كثيرة تنفع لتفادي وقوع الحالات الغرق هناك أنواع غرق مختلفة سيد حسن بعد يعني هي كما ذكرت ليست فقط مقتصرة على البحر الشاطئ مثلا أو حتى حمام سباحة في المنزل لا هناك كما يرتبط بصهريش المياه هناك ما يرتبط بالآبار بالفيضانات بالوديان وغيره لا توضح لنا كذلك صحيح نحن تكلمنا عن الحوادث الصباحة وعن الحوادث المنزلي نتكلم مثلا عن موسم الأمطار الفيضانات الموجودة مع أن الجهات المعنية والحكومة ليس مقصرة الحمد لله بشكل دائم في دورات توعوية في إعلانات في إرشادات موجودة في لوح موجودة لكن هي بالفطرة نقدر نقول لما بعض الفئة في المجتمع وليس الكل لما رحمه ربي أنه لما يشوفوا مثلا وادي أو مياه متكاثرة في مكان يحب يروحون يصورون يشوفون وليس مدركين الأخطار اللي ممكن تصير أنت واقف على أرض تحتك مثلا طين أو صخر لما تعبر المياه من تحتها الأرض هذه معرضة أن تنزل فتسحبك معه والتيار قوي عدم إدراك أن حجم الوادي هذا كم مش عارفين أن هذا عمقه كم تلاقي في بعض الناس ينزل بسيارته أنت يعني عفوا أنت عندك سيارة وليست غواصة ليست مخصصة صحيح يعني الإرشادات مهمة مخالفة الإرشادات هي تعتبر العامل الأول مخالفة الإرشادات الإرشادات هذه مثل ما أنت ذكرت أن لا بد أن هناك تكون في ضوابط ولا بد أن يكون في ثقافة حوالين المناطق هذه اللي ممكن تحدث فيها أنواع الغرق ولكن لا قدر الله إذا يعني بدأ أحد أن يشعر أنه بي غرق يعني خلاص هو فيها الحين شو المفروض أو الأساليب اللي لابد أن يتبعها بحيث أن يتفادى موضوع الغرق نحن كلنا دائما نقول لازم أنك تعرف تسبح نعم رغم أننا نعرف أنه فيه ناس يعرفون يسبحون ويغربون صحيح لو تفضل حالات الغرق الشاعية قلنا نتكلم عنها طبعاً الوديان اللي تكلمنا عنها هذه في مواسم الأمطار لكن الحالات الغرق الشاعية هي على الشواطئ البحرية نعم هذه اللي هي أكثر حواذت المعرض لها الناس إن كنت تعرف تسبح ولو ما تعرف تسبح وجب عليك أول شيء اتباع القوانين تمام فأنت إذا ما تعرف تسبح لا تروح الجازف تدخل في فترة في مسافة طويلة في البحر في عمق وتقول أنا مع ربعي أو أنا مع كذا في لوحة وإرشادات موجودة لازم وجب عليك اتباعها عدم ارتياد الشواطئ النائية بشو معنى كلمة نائية لا تروح لي في مكان فاضي ما فيه ستاف ما فيه إنقاذ ما فيه لوحة أرشادية في جزيرة مثلا معينة وأنت مش مدرك شو الموجودة لكن الشواطئ العام اللي خصصتها الدولة للسباحة عليها أرشادات مؤهلة عليها منقذ المنقذ هذا دائما في كل الشواطئ المنقذ يتم ليل فترة المغرب من الضغيب الشمس يختفي اللي يصير أن الشواطئ اللي عليها أمواج لو أنت بتلاحظ الأمواج بتلاقي لو أنت واقف على الشاطئ بتلاقي مثلا هنا فيه موج و هنا فيه موج بتلاقي فيه قاب بينهم القاب هذه هي لمنطقة السحب حالات الغرق اللي يصير على الشواطئ هي بسبب السحب وليس الدوامات الدوامات هيتكون داخل داخل وهذا طبعا سوء ربما تقدير منه نعتقد أحيانا أن الدوامات في الشاطئ ودائما أهلين يقولون لا 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 فيه دوامة لا تسبحون نعم طيب نحن لديق الوقت سيد حسن خلينا نعرج على بداية كما ذكر زميلي محمد لو أحد فينا لا سمح الله لا قدر الله بدأ يشعر بالغرق شو لازم يفعل حتى ينجو بحياته هذه اللحظات الأساسية الفارقة اللي هي ممكن تنجو أو تغرق وكذلك وهذا سؤال موجه لك أيضا من مخرجنا ومن طاقم العمل وتكلمنا فيه لو نحن متواجدين على الشاطئ وحدث لا قدر الله أحد يغرق أمامنا ماذا نفعل؟ سريعا سريعا في حالات الغرق إذا أنت دخلت البحر وأنت تعرف تسبح خلينا نتكلم عن أنت تعرف تسبح وسحبك التيار هذا فأنت لا تقاوم التيار تسبح حكس التيار أنت أسبح مع التيار خلي التيار يأخذك داخل بعد ما يأخذك داخل ترى أنت بفترة معينة ممكن تلاقي السحب خفل لأن السحب يبدأ من عمق متر وداخل الشكل التيار أن الموجه يأتي بطريقة هذه ويرجع إلى داخل البحر فأنت عندما يسحبك التيار تصل لداخل لنقطة معينة يخف السحب يأني أن تسبح بالعرض وترجع مرة ثانية وفي بعض الأحيان التيار يرجعك مرة ثانية لكن لا تسبح لا يكون على طول الشاطئ لا يكون في جارة معينة فهو سحب ورجع فلا تسبح حكس التيار فأنت لا تسبح أسبح مع التيار وإذا حسيت نفسك تعبان داخل رخي جسمك تمام عشان أن أنت تطفو على الماء لأنك شد العضلات يتقل جسمك وإن بعدها تسبح بالعرض وترجع تمام أو تأشتر لحد مثلا أنه ينقذك أو يساعدك أنه يسحبك مثلا ممكن تكون قوتك راحة بالطريقة هذه وبعض الأحيان التيار هو روح يرجعك إلى الشاطئ هذه بالنسبة لسحبك أحيان أشرط أنت الحد نحن الحد شو نسوي على تنقذ تنقذ إنقاذ طبعا إذا الشخص غير مؤهل وغير ملم بعمليات الإنقاذ فأنا ما أنصح أي حد أن يدخم نفسه في عملية إنقاذ لأنه تكون مشكلة مشكلتين بدلا أن نخسر روح لأقدرها بنخسر ممكن ثلاثة واربعة وخمسة هذه العملية ليس عملية بطولية عملية عملية تكنيكو هذه لكن الإنقاذ عمتا لازم فيه منقذ على البحر لازم نرمي للشخص هذا الغرقان نرمي لطوق طوق البحري أو حبل نحاول نسحبه بأي طريقة لكن ما ندخل نفسنا سباحة معاه أساس نحاول أن ننقذها بالعكس نحن ممكن نضرها أكثر ما ننقذها ونخسر شخصي فعمليات الإنقاذ التم أنه يا ترمي طوق يا ترمي شيء أو تستعين بالمنقذين الموجودين على الشواطئ حتى تصل حتى ربما سيارة الإسعاف لأن هناك أنواع للغرق كذلك يعني هناك غريق يتنفس هناك غريق لا قدر الله لا يتنفس وهذا موضوع يطول لكن شكرا لك لتوضيح الأساسيات معنا اليوم في اليوم العالمي للوقاية من الغرق صحيح موضوع لابد أن نفتحه في حلقات ثانية إن شاء الله إن شاء الله السيد أكيد حسن علي الحسني مدرب إسعاف متقدم ومدرب إنقاذ دولي شام البري وبحري يعطيك ألف عافية شكرا لكم